بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكو وإي ايت تراك طبعا احنا كلنا شفنا السايت الجديد محمولا ب إي ايت تراك طبعا هو نفس النظام لكن هو ثلاثة مراحل تمام طيب تقييمي بالنسبة لهذا النظام الجديد طبعا النظام الجديد فيه خصم كبير الـ 25% 38 دولار والـ 50% بـ 208 دولار والـ 100% بـ 358 دولار والـ 250% بـ 598 دولار حتى كود الخصم مش شغال في هذا النظام طيب تقييمي له طبعا اول حاجة الشركة يعني ضربت بالاعراف الموجودة في شركات التمويل عرض الحاط ازاي؟ أنا لما بعمل النظام عبارة عن ثلاثة مراحل لابد ان انا اعطيه مدة زمانية واحدة وليست ثلاثة مدد يعني لما اقول لك والله عندك تقييم من ثلاثة مراحل هقول لك والله تقييم الثلاثة مراحل دولت تنتهي منهم خلال ستة اشهر او خلال سنة ويفضل يكون سنة اعطي للعميل سنة كاملة انه هو يحقق لثلاثة مراحل تمام؟ مرحلة اولة تمانية بالمائة ومرحلة تانية خمسة بالمائة ومرحلة ثالثة خمسة بالمائة للأسف الشديد هذا النظام طبعا هذا النظام يعني زي ما بقوله ايه؟ اهو تلاتين يوم وستين يوم وستين يوم هذا النظام الجديد كان مفترض انه هو زي ما بقوله يكون ميزة للعميل لكنه للأسف شديد ميزة للشركة وليس للعميل النظام ده ميزة للشركة ليه؟ بدل ما كان نسبة النجاح واحد بالمائة لا نسبة النجاح هتكون ربع بالمائة نسبة النجاح هتكون واحد من عشرة بالمائة انت متخيل؟ ليه؟ انت عملت للمتاجر ثلاثة مراحل وعمل له مدة زمنية في كل مرحلة انت متخيل انت عملت ايه في المتاجر؟ انت متخيل انت عملت ايه؟ لا المنتج اللي انت عمله ده احزفه احنا مش محتاجين المنتج ده خالص المجتمعات سواء العربية او الاجنبية ترفض هذا المنتج مش معنى انت هتعمل لي خفض يعني انا مثلا بشتري الحساب اللي هو المتين وخمسين بالكوبون الخصم بيقف علي بثمنمية وتسعين دولار انت عمله بكام؟ بخمسمية تمانية وتسعين تمام؟ يعني فرق تقريبا هنقول ميتين وتسعين دولار عشان الفرق اللي الميتين وتسعين دولار اللي انت ساعدتك عملتهم لي تقرمت واعطتني هذا الخصم ميتين وتسعين دولار اعطتهم لي وعملت مرحلة جديدة زودت يعني متعبي زودت تعب اعصابي كل الحاجات دي انت زودتها لي علشان الخصم الميتين وتسعين لا كان الاولى ان انت تدخل على هذا الاكاونت اي ايت اكاونت وتخصم من التسعين وتمانية 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 وتعمل خصم محترم وليكن تلاتين بالمائة او خمسة وتلاتين بالمائة وانت بنفسك كشركة عملت خصم 35% يومين متفرقين 35 ثم 35 عملت يوم وبعد كده يوم آخر 35 ايه المانع اللي انت مش عاوزك تعمل 35 اعمل 30% 30% خصم تمام ويكون ثابت وتعمله على البرنامج الخاص بك اللي هو هذا البرنامج اللي الناس تعودته اللي هو عبارة عن مرحلتين وليس ثلاثة مراحل تمام كان الافضل لك انك تعملي مرحلة واحدة يعني ايه اسمع بقى الكلام اللي انا هقوله لك ده كان الافضل انت كان 988 والخاص 890 لأ اعملها لي 1200 شوف انا بقول لك ايه اعملها لي 1200 الحساب اللي هو المتين وخمسين الف ده خليه ب 1200 بس اجعله اجعله مرحلة واحدة فقط مرحلة واحدة كام انت مش عايز في المرحلة الاولى 8% والمرحلة التانية 5% يا سيدي اطلب في المرحلة دي 15% في اكتر من كده تطلب من المتاجر انه يعمل 15% ولكنها مرحلة واحدة فقط اظن ما فيش اكتر من كده وتعمل الاكاونت ب 1200 دولار وقتها الناس هتجيلك ليه الناس هتجيلك لانت عملت مرحلة واحدة ايا كان بقى التارجد اللي انت عامله عامل تارجد 13% عامل تارجد 15% ومرحلة واحدة تمام؟ هو المفروض للمرحلة واحدة تبقى اقل يعني تعملها مثلا 12% تمام؟ بحيث ان هي تبقى مرحلة واحدة دي هتبقى فيها ميزة تمام؟ ان الراجل داخل مرحلة واحدة عمل 12% استلم الحساب الفاندت تمام؟ رغم ان التنقل ما بين المراحل هو تنقل سريع جدا في ايه لكن هتكون ميزة هذا البرنامج لو اتعمل ان الراجل هاستخدم اللي هو الارباح اللي عملها يعني واحد عمل 10.000 دولار تمام؟ في حساب الـ 250 فيلعب على 10.000 اللي هو عملها ديت بحيث ان هو حد الخسارة الكل هيبقى كبير بالنسبة له تمام؟ فيقدر بقى معاها حد خسارة 30.000 بدل 20.000 بقى معاها حد خسارة كل 30.000 فيقدر يشتغل بأريحية تمام؟ عايز مني قد ايه؟ عايز 15 اتفضل 15 مرحلة وحيدة تمام؟ بكامل اكون بألف ومتين زي الفل هيدخل معاك تمام؟ مرحلة واحدة لكن تعمل لي 3 مراحل هذا اللي هيخدم المنظومة اطلاقا تمام؟ واعتقد ان الشركة هيتم حسف هذا الاكاونت المسمى بي اي اي تريك لانه لن يلقى قبولا يعني اللي يدخله ده دراج المستبيع دراج المستبيع ان هو هيدخل علشان يحرق اعصابه 3 مراحل مرحلة اولى ومرحلة تانية ومرحلة تالتة ده هو مش عارف يعد المرحلتين بتزود له مرحلة يعني وكمان كان الاولى للتطوير اصلا اه انا واخد اي بي من الشرك لكن هقول مساوئ الشرك انا دوري لانا اقول مساوئ الشرك مش مزايا الشرك اه هقولك مزايا الشرك بس لازم قلق الضوء على مساوئ الشرك الشركة دي عندها كوميشن ما شفتوش والله العظيم ولا شفته في اي حاجة ولا في طبق اليوم ولا في اي حاجة شفت الكوميشن ده بياخدوا عمولات بيشاركوك في الارباح بيشاركوك انا عملت تجربة انا واحد اصدقائي كان فيه اكاونت اي ايت فانتد واكاونت اا اف تي ام او واشتغلنا على الاثنين اكاونت بنفس الصفقات والله العظيم بنفس الصفقات اا اعرف الفرق كان قد ايه ما بين اف تي ام او واي ايت تمام والله كان فرق حوالي سبعة تلاف دولار طبعا ده كان في حساب الـ 150 تمام وحساب اف تي ام او كان حساب الـ 200 الف نفس الصفقات فرق كان 7000 دولار خدتهم طبعا الكميشن والسواب 7000 دولار متخيلها لا عدل المنصة الخاصة بيك المنصة الخاصة بيك لازم الكميشن يكون اقل من كده بكتير لان الناس بدأت تزهق من مسألة الكميشن لكن انت رايح تعمل نظام جديد فيه مصلحتك انت مش مصلحت العميل ده النظام يصب لمصلحت الشركة وليس مصلحت العميل اطلاقا حزير انك تدخل هذا النظام ما تدخلوش تدخل نظام تلت مراحل بيقيمك تلت مراحل ليه همسك رئيس وزراء شركات التمويل مش فاهم يعني ايه ده والله الموقف ده بفكرني بيه موقفي في امتحان السلك الدبلوماسي زهبتي كده من على الباب والله من على الباب لقيت شباب كده زي الورد والله شباب تفتح النفس وانا بقى ايه حاصل على اكتر من ماجستير في القانون ولكن اللغات زيروا يا بيه اللغات فسألت الولد الاولاني طوله انت معك كم لغة ما تكلموا بقى يعني ايه عندي جنون العظم اه عندك كم لغة قال لي اربعة طوله اربعة بس قال لي اه فسألت التاني طوله انتك كم لغة قال لي ستة طوله ستة ايه ده ايه يا جماعة اللغات القليلة ديت قال لي انت معك لغة ايه طوله العربي ومكسر طبعا رحم الله امرئ عرف قدر نفسه روح تعامل للخلف در ومشيت فواحد بيقول لي يا استاذ انت ماشي ليه انت باسم الله ما شاء الله طوله ابني السلك الدبلوماسي باسم الله ما شاء الله واحد مع ستة لغات والتاني معها اربعة ويعيني الاولاد زعلانين انه هم معهم اللغات البسيطة ديت فانا هعمل ايه هو ده هو ده المتاجر المتاجر مش عارف يعدي تقييم مش عارف يعدي تقييمين عمله تلات تقييمات يا راجل اكيد هيقول لك للخلف در رحم الله امرئن عرف قدر نفسه ده انت يعني بتقهربه تلات مرات طب ليه طبعا انا يعني مصلحتي اي بي اولا كدخل وزي الفل ومش عارف ايه لا انا مش كده يعني انا فيه شركات واخد منها اي بي وهجمتها زي انا واخد منها والله اي بي وقلت شركة سيئة جدا وحزفت الاي بي بس ما حزفتوش من الفيديوهات القديمة للأسف لان المسألة صعبة ان انت تحزف عاملين فيديوهات كتيرة جدا تجاوزت تلاتمائة فيديو تمام فانا ممكن اكون واخد اي بي من شركة لكن انا اهم حاجة عندي مصلحتك انت مش مصلحة الاي بي يعني البعض بيروج اصدى علي يوسف بيهمه الترويج على فكرة جات لي عروض لا تتخيلها ان انا اروج لشركات وا 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 وفي مقابل مقابل مادي كبير جدر باعتبار ان اي دي اهم قناة عربية لا انا لا اشترى وضع تحت هذه العبارة الف خط لا اشترى اطلاقا حتى الدورة اللي هو التحرير الرقمي ما انا قادر ان انا اعمل اا اعلانات عنها وايه ابيح لا اللي عاوزني يجيني انا مبروحش لحد اه ممكن اكون مغرور لا مش مغرور لحاجة انا عارف اللي انا بقدمه ايه عارف اللي بقدمه ايه قوي الحمد لله فهي ديت طالما بتبتقي ربنا بتعمل حاجة صح خلاص انتهى الامر تمام فعشان كده انا بقول لك اا الشركات اللي انا بقول لك عليها اه ادخلها انا جربت يعني كان فيه اااااا احد الاصدقاء كان بيقول لي طب انت اشتغلت فيه شركات ايه اغلب الشركات انا اشتغلت فيها وتعورت يعني فاندينج تالنت لو تسمعوا عنها شركة اسمها فاندينج تالنت دي انا اشتغلت فيها وكان لي 21 الف دولار وباسم الله ما شاء الله نصبه نصبه علي في 21 الف دولار والشركة الكندية ايضا سنترال فاند ديت برضو نصبه وشركة فورتريد برضو نصبه في اكتر من 10 الف دولار فانا قسيت كتير جدا في شركات التمويل وضيعت وقت كتير جدا في شركات التمويل بكل شركة هتلاقي في كل شركة في خزوق اوالله كل شركة فيها خزوق فيها حاجة فانا لما بدخل الشركة ببحث вين اماكن الخوازيق الله العظيم ببحث فين اماكن الخوازيق الواحد استوى الواحد تعب خلاص مافيش ألانا ولا ايه مش كده وأنا اللي بجرب أنا اللي في الوش أنا اللي في وش المدفع فأنا العمال أجرب لك الشركات وأقول لك كذا كذا لذلك أول ما شفت أوف بي وجربتها ولقيتها كويسة قلت لك بس هي دي هي أوف بي ولا تقييمات ولا اقتبارات ولا أي حاجة ادخل لكن عندهم برضو يعني تجاهل غير طبيعي يعني تقعد تكلمهم على الموقع طبعا الأصدقاء بيقول لي كلموا على الديسكورد ومش عارف إيه أنا مش غاوي قوي الديسكورد لكن بدخل أكلموا على الموقع ولا أكني أنا هوا مش موجود أقعد أنتظر أقول طب هيرد عليها النهاردة هيرد عليها بكرة ولا بيردوا هم بيردوا في الديسكورد الديسكورد لازم تدخل وف بي في الديسكورد عشان تفهم منهم حاجة نرجع تاني لإي قيت تمام يجب على إي قيت حذف هذا البرنامج هذا البرنامج غير مفيد تماما اللي أنتو بتعملوه ده لمصلحة الشركة وليس لمصلحة العميل عيب عيب أنك تعمل هذا الأمر تعال وارجع لإي قيت أكاونت الله يهديك واعمل لنا خصم محترم 25% 30% ومرحلتين ده هيكون في مصلحة العميل أفضل ده كده تجيب عملة أكتر تمام والناس تفرح بيك ويحبوك لكن غير كده للأسف الشديد ده منتج سيء والراجل الله يسامحه اللي قال لكم عليه ده اضربوا بالنار في مدان عام لا ده للأسف الشديد ضيع وقت الشرك ويعني أفقد الثقة في أنك بتعمل حاجة لخدمة العميل حاول بقى إيه تحزف الإي ايت تراك ده وتعمل لنا خصم محترم في الإي ايت أكاونت تمام وبلاش فلتسافة يعني بلاش فلتسافة اللي أصطناع إنت عملت ميزة خصم فقط عامل ميزة في نظام إن أنت تعمل خصم فقط ده مين اللي علمك شركات تمويل مين اللي علمك بروب فيرم مين اللي قال لك إن انت بتعمل كده إن هو كل موضوع النظام عندك أو السيستم اللي انت منزله خصم ما عملتش حاجة وزودت على العميل المتاعب إن انت مرحلة دي ده مين قال لك تعمل كده لا طبعا لا أرشح إيه ايت تراك دي من أسوأ البرامج اللي أنا شفتها في حياتي في شركة تمويل للأسف الشديد بالتوفيق إن شاء الله